بقايا المنازل والمساجد والمدارس هو ما تبقى في مدينة كفرزيتا بريف حماس شمالي بعد تعرضها لقصف مكثف بدأ منتصف كانون الثاني الحالي رغم اتفاق سوتيشي الذي شمل عموم الشمال السوري بعد الاتفاق الأخير وبعد المؤتمر سوتيشي الناس عادت إلى المدينة فأصبح حالي نوعا من الاستقرار بالمدينة ولكن العدو الغاشم المتجبر لم يلتزم بهذه القرارات ولم يلتزم بها نهائيا فلذلك صعد من قصفه على المدينة يوميا عشرات الصواريخ وقذائف المدفعي يوميا الصواريخ التي ضربت المدينة معظمها من مواقع القوات الروسية في قبيبات الهدى وحاجز الترابيع قرب حلفاية بالإضافة إلى معسكر دير محردة قصف أسفر عن نزوح غالبية الأهالي ووقوع ضحايا آخرهم كان الطفلة لم تتجاوزت تسع سنوات كفرزيته بكل معنى الكلمة منكوبة بهذا التاريخ السبب هو القصف العنيف من قبل حواجز النظام متواجدي على أطراف مدينة كفرزيته من أحمد الله مشكره على كل حال من الأحوال وضعنا بالنسبة لشعب كفرزيته المتواجد دائما يا بالمغر يا بالأقبي يا أما حالة السكان كانت فيه شوياني صار نزوح كبير بسبب القصف العنيف عنيف جدا يعني إن عدمت مقومات الحياة هنا ولم يخلو الأمر من عدد قليل من الأهالي ممن اتغذوا الملاجئ والأقبية مسكنا لهم ليبدو مصير المنطقة مجهولا رغم وضوحه اشتركوا في القناة